اللغة العربية والتكنولوجيا محور الملتقى الثاني المنظم من فرع النبا للجمعية الجزائرية للتواصل العلمي والتقافي بالتنصيق مع المكتبة الرئيسية للمطلعة بركات سليمان احتفاء باللغة العربية في يومها العالمي انبتق هذا الملتقى من بين التوصيات التي كانت في الملتقى الأول واقع اللغة العربية في المحيط الجزائري الأداء والاستعمال اليومي وها نحن نجتمع اليوم في هذا الملتقى الثاني والحمد لله شارك معنا نخبة من الأساتذة والدكاتر الجامعيين ومن بين المحاضرات محاضرة البروفيسور نوار عبيدي ممثل المجلس الأعلى للغة العربية وأيضا الدكتور طارق ملاحي والدكتور أحمد بولمدن وأيضا الدكتورة حنان ملوح الملتقى فرصة لإذكاء الوعي بتاريخ اللغة العربية وتقافتها وتطورها ضمن برامج متنوعة تسطرها جمعية التواصل مثل هذه الملتقيات تزيد في شحد الهمم وإذكاء الوعي التقافي ونخص بالذكر في مثل هذا الحدث الوعي اللغوي لأن الأصل في النهضة والإقلاع الحضاري هو الوعي وعلى أساسه كل أنشطة تدور في هذا السياق برامجنا متنوعة ونعتمد أساسا في ترويجي لهذه القيم والمبادئ وخاصة نحن في شهر ديسمبر شهر بامتياز في تاريخ التورى الجزائرية يوم خرج الشعب وكانت جزائر إبانا الاحتلال كانت في ضائقة شديدة وخرج الشعب على بكرة أبيه في حشد كبير وقال الجزائر عربية إسلامية فهذا عنواننا وعلى أساسه نبقى أهوفيا حتى يتكرس في سلوكنا اليوم العالمي للغة العربية الموافق للثامن عشر من ديسمبر من كل عام مناسبة لتثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الاهتمام باللغة العربية